الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعد حديثنا معكم عن مظاهر الجود والكرم النبوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأكرم الناس لن تجد كريما في الوجود كرسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم العرب وأكرم الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن هذا الجود وعن هذا الكرم أتحدث فاللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي العظيم الجاه العالي القدر وعلى آله وصحبه وسلم يقول عبد الله بن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وقيل أيضا عنه صلى الله عليه وسلم كما روى جابر بن عبد الله ما قال لا قط يعني ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأحد الله حتى قيل عنه ما قال لا قط إلا في تشهده يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاءه نعم وقد جاءه أعرابي فقال يا رسول الله أعطني فأعطاه غنما بين جبلي أعطاه قطيعا من الغنم بين جبلي كم هذا العدد وكم هذا القطيع ما هذا العطاء وما هذا الكرم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ذلك الأعرابي إلى قومه وقال يا قوم أسلموا يعني ادخلوا في الإسلام فإن محمدا يعطي عطاءا من لا يخشى الفقر هكذا كان كرمه صلى الله عليه وسلم عندما جاءته الربيع بنت معوز وأهدته صلى الله عليه وسلم طبقا من رطب وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة فملأ صلى الله عليه وسلم كفيه زهبا وأعطاه للربيع بنت معوز هكذا كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان يعطيه طبقا من رطب فيكافئه صلى الله عليه وسلم بملء كفيه من الزهب ولذلك لما أمر بذبح الشاه سأل السيدة عائشة ما بقي من الشاه يا عائشة رضي الله عنها فقالت ما بقي إلا كتفها يعني الذي تبقى الكتف فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغير هذا المفهوم أن الذي يبقى هو ما أنفقه الإنسان لله ما عندكم ينفد وما عند الله باق الذي يكون له البقاء الحقيقي هو ما يجود به الإنسان في سبيل الله ما ينفقه ما يخرجه للفقراء والمساكين فقال لها يا عائشة بل بقي كلها غير كتفها يعني الذي بقي عند الله ما أخرجناه لله وللفقراء والمساكين كان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا وقد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سوب جميل فقام أعرابي قال يا رسول الله أكسني هذه الحلة فخلعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاتب الصحابة الكرام ذلك الرجل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهنأ بهذا الثوب بمجرد أن لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعه لذلك الأعرابي ولكن ذلك الأعرابي عبر عن ذلك وعن فلسفته الخاصة أنه أراد أن يكفن عند موته في سوب لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه شيء من العطاء أنفقه وكان لا يدخر شيئا لغد وهكذا تقول السيدة عائشة وكان يقدم أهل الصفة الفقراء على أهل بيته في الإطعام لأنهم لا يجدون مأوا ولا طعام ولا شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاد بماله وجاد بروحه وجاد بعلمه وجاد بكل شيء كما يقول ابن رجب الحنبلي كان عطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واسعا فقد بزل المال والنفس والروح والعلم لله سبحانه وتعالى اللهم خلقنا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا من كرمه وجوده واحفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته